إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته اللهم وأوردنا حوضه ولا تحرمنا شفاعته اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة ثم أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيها المؤمنون إن من المعجزات التي نراها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن جاءت إليه الرسالة ثلاثا وعشرين عاما عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين عاما يتنزل عليه القرآن منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه فإن المعجزة في هذا الأمر أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في هذه المدة الوجيزة مقارنة بأعمار الأمم وأعمار البشرية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام قد ضربوا لنا الأمثلة من كل المواقف التي ترد علينا في هذه الدنيا حقيقة ما فرطنا في الكتاب من شيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة وأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة فإذا ما نظرنا إلى حال أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم ناهيك عما حدث بعد ذلك فإننا نجد العجب العجاب نجد أن الله سبحانه وتعالى قد طوى صفحة البشرية وطوى أخلاق الناس ومواقفهم لتتجسد في أولئك النفر ذلك الجيل الفريد الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إننا اليوم أيها الأحبة نستعرض قصتين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحدة حدثت في السنة الثامنة من الهجرة والأخرى حدثت قبل الهجرة لنرى في تلك القصتين لنرى فيهما كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلين في مجتمعاتهم مؤثرين في من حولهم عندهم روح المبادرة والأخذ بزمام الأمور حين لا يكون من يأخذ بزمامها لاستنقاذ الناس وإعادتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد كي ينقذوهم من ضنك الدنيا وشقاء الآخرة هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نستعرض اليوم أيها الأحبة تلكم القصتين تلكم القصتين لنرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في هذه الدنيا ونظرهم وجه إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يبغون سواها ولا يرومون إلاها يبغون رضا الله عز وجل حتى يرحلوا عن هذه الدنيا وقد أثروا وغيروا وتركوا الخير من بعدهم ينتفع به الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نحاولون اليوم أن نرى بشكل دائما يحدث في الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا هذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم حيث في هذه الدنيا منذ أنه يرحل المسجد الإسلام حتى أنه موت 23 سنة في هذه 23 سنة الله سبحانه وتعالى نحاولنا نحاول المسجد الإسلام من حياته وحياته وحياته في حياته وحياته وحياته يمكنك ترى الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لإمتعلم المسجد الإسلام ومعرفة وحياته ونرى كيف يرحل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مع المسجد الإسلام من المحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون المسجد لفعالي في كل موقف في أي مكان هذه دو مؤمن واحد منهم وأنا سألتبط بالنسبة للمسجد الإسلام في الثامنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وحياته وليس لن نتعلم كل قصة لأنني سألتبط إلى واحد أحسنت الذي أريد أن أغنقى من هذا القرآن سألتبط عن مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته لفعالي لتعاق المسجد والمسجد الذين يتعاقون معهم لأنهم قمتوا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لإسلام عندما تذهب يتبع الناس للسلام وقد أعطواهم سبحان الله مجدد أنهم لا يتعاقون لأحسنت لأحسنت من المسجد من هذا العالم إلى المسجد من الدنيا ومن الآخرة لأحسنت 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 من المسجد من المسجد من المسجد ومن المسجد ومن المسجد من 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 المسجد خالد ومن المسجد من المسجد من المسجد ومن المسجد لم يتعاقون وقال لأحسنت من المسجد من المسجد في هذا المسجد سأنتظر ونرى لأحسنت لأحسنت وقد وجدت المسجد هناك وقد أذهب لأحسنت لأحسنت من المسجد حتى الناس يتعاقون تذكر ثابت بن أرقم ونحن نحن إلى حسن في البداية الإسلام في السنة في الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقون سواء من المدينة سواء من المسجد سواء من المسجد وعندما الرسول صلى الله عليه وسلم تتعاقون لهم عن الإسلام عن المسجد الحقيقة وكما قلت أترككم سنحن بسيطة سنحن في هذه المسجد لتحاق لأحسنت بعض المسجد منها وعندما المسجد سير وعندما يجب أن يجب وعندما أتركك إنها سنحن هذه سواء الناس قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله نحن من مجلس في يثرب التي تتعاق للمسجد ونحن بأنك الله ستعاق إلى المسجد مدينة مدينة الناس تتعاق عن مدينة نعم ولكن أكثر من ذلك تتعاق عن المسجد 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 ومدينة المسجد ثم مدينة ومدينة تتعاق يثرب مدينة تتعاق مدينة مدينة تتعاق 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 هناك الكثير من بشكل 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 تتعاق لأني سوى مدينة بدأت عمل ثم يوم الثلاث 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 ثم ثم آخر يصل لهم نعم تتعاق وهم قال يوم يا رسول الله لديه لا يوجد مدينة تتعاق 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 ذلك قال لا يوجد مدينة تتعاق تتعاق لديه كل في المدينة لديه تتعاق خطأ لك سنو يتعاق كل مدينة في أدنى كل أدنى في أدنى كل باما في أدنى وقد يعرفه عن اسلام وهم قالوا يا رسول الله نريد أن نأتي أحدا إ معنا لإعجبنا وجدوا رسول للتحديث في منذ قبضة دورة فقط قبضة دورة فقط وفي ذلك أبداً بتمكنزة تجيب على عمل على عمل العبادة التفهم عن重 seinهم ils عمضوا الإنشاط وبدأوا عمل ثم قالوا يا رسول الله نريد أن نريد أحداً أن نعلم الآن الآن لدينا أكثر من الناس يأتي وعرفنا جدًا جدًا لن نتبع معكم لك لكي تفهم أكثر من هذا وعندهم رسول صلى الله عليه وسلم أعطانهم أنه مجموعة الأعطان التي نحن جميعًا بيننا و الله سبحانه وتعالى أن نحن نحن أحد ولكن الله ليس لأخذ الله ورسول صلى الله عليه وسلم وآلہ وسلم هذا هو مجموعة لا إله إلا الله مجموعة التي نحن جميعًا لدينا مجموعة التي نحن جميعًا مع الله عندما نقول لا إله إلا الله لقد أعطانها إلى رسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم ٹ٠٠ منزل و واحدًا موجودًا موسعب بن عمير رضي الله عنه وآن الأشياء يذهب إلى طريق مختلفة وآن مجموعة مع موسعب بن عمير كم قدرات المجموعة الآن لديهم مجموعة الآن لديهم مجموعة لديهم مجموعة و هناك مجموعة الذين يعملون جميعًا 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 لديهم مجموعة مجموعة ويبدو أنهم يعملون في ذلك المنزل في ذلك المساطة المساطة شيئًا حدث في ذلك ونحن نستطيع علمات من هذا سعد بن معاذ ووسيد بن حضير دفعات يثرب قالوا لهم ماذا يحدث هذا الرجل من مكة مع أسعد بن زرارة رجل من يثرب كان يتحرك 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 الناس ويسرح شيئا شيئا لنا شيئا 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 ما لا نعرف قبل ونحن لا يمكن أن نترك هم ونحن نحن يجب أن نتوقع هم ثم أسعد بن زرارة أسعد بن حضير قال لسعد يقول تعلم سعد أسعد أسعد هو الذي كان مع مصعب بن عمير لذلك كثيرا أسعد هو الذي كان مع مصعب بن عمير مسلم الذي يتحرك من واحد إلى آخر لتحرك إلى الناس لتحدث لهم أسعد بن حضير قال هو هو أسعد لا أريد لديه معه لك سعد لن تتحدث لهم ونحن لهم الآن سعد بن معاد سبحان الله هذه قصة يوجد الكثير من المساعدات ويوجد كثير من ويظهرنا كيف هؤلاء هذه الناس في الوقت محمد صلى الله عليه وسلم كيف هؤلاء هذه الناس لتحضر هذا الدين الله سبحانه وتعالى إلى كل خلال العالم سعد ابن معاد وقد وجدت اذا كنت تريد ان ترى مصعب بن عمير واسعد ابن زرار وعلى الناس وعلى الناس يتحدث عنهم يتحدث ثم قال وقال وقال لهم قال ماذا تأخذك هنا؟ تتحدث عن الناس وعلى الناس توقفها لو تريد ان تتعلم يتحدث عن الناس وعلى الناس وعلى الناس وعلى الناس يتحدث عن مصعب بن عمير يقول هذا هو سعد ابن معاد هو هو المساعد أصدق الله فيه اصدق الله فيه اصدق الله عندما تتحدث عنه اصدق الله عندما تتحدث عنهم توقف؟ فقال له لماذا لا تبقى 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 إذا كان هناك شيء ما تحب تفضل إذا كان هناك شيء ما لا تحب نحن نذهب وإذا كنت تفكر على التبقى في هذا وإذا كنت تريد أن تسمع بلتقى بلتقى فقال له فقال له أن تبقى تبقى لأنه يؤمن الله سبحانه وتعالى هو صحيح إنه صحيح كل جمع سعيد سيكون ذلك قال له دعونا وإستمع إذا كنت تحب إذا كنت تحب إذا كنت تحب إذا كنت تحب سنذهب وعندما يتحدث وإستمع قال لهم ما أجمل هذا وأحسنه هذا كم جميل ومعنى ما أفعله إذا كنت تحب في رجلتك قال له يجب أن تغتسل تحب 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 ثم فقال له وقد ذهبت إلى المساعدة وعندما يرى ما حدث قال له أخبرهم أخبرهم لكن أعتقد أن يجب أن تغتسل تحب تحب أن تحب أن تتحدث أو تحب وتحب تحب 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 كيف تحب 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 السحر ويجب أن تتحدث رسول ويجب أن تذهب إلى المدينة لم يتحب تحب تحب للغاية كيف انتهت هذا بدأت مع محمد صلى الله نعم يكن يجب أن تتحب عام وعام لماذا؟ حتى تحب تحب حتى تحب ليس فقط في المدينة حتى خارج ذلك كان لديه لتحب تحب الله سبحانه وعلى مدينة وعلى تحب تحب الإسلام لأن سنوات يذهب إلى رسول 73 وعلى مدينة يذهب إلى المدينة أن تحب أن مدينة في كل مدينة في مدينة هناك مدينة لا يمكن أن يقول يا رسول الله لاتفعل لماذا تتحب في مكة مدينة تستطيع لك لأن المدينة تستطيع لك لأن نحن تحب مدينة مدينة لك مدينة لا يمكن يعيش هناك تحب نحن تحب ما مدينة لك لن نتحدث ونحن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع هذا الشيء معكم. يحضر رسول صلى الله عليه وسلم تحضر عبادة هذه المرة ليس فقط لقول لا إله إلا الله ليس فقط لكون جيداً في نفسهم ولكن يحضر رسول صلى الله عليه وسلم تحضر عبادة له تنتظر على قراراته ورحباً عن هذه الرحبات سألن أي مقض annat رسول صلى الله عليه وسلم ف 71 يلقاً بالطابعف 認為 رسول صلى الله عليه وسلم كما ت leadingنا adventق destacت طريقة ندعم نفس غارب رج Böyle أغلبوا هذا أخوصاء يا بـ ما يرون opショقة التخطر ، وفي لو كان إلى تبر barbecue وإذا فإننا لا نتقطع هنا إذا فإننا لا نرى تنظر إذا فإننا لا نرى تنظر في الموقع العدوان إذا لا نبدع الفعل النقر من علم إلى يعلم إذا لا نفهم الناس الأولى إذا لا نفهم الانتخاب الموضوع نسأل هذا النقر ستذهل ونحصل على نبينا مع الله سبحانه وتعالى المسلم المسلمين كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسلمين بشكل جيد و الحقيق و الحقيق المسلمين بأمين أنه يسهل على الحقيق لكل شخص فيه اليوم مثلاً نسمع عن المشكلة ما يحدث في المنطقة المشكلة هنا في المنطقة اليوم وأنا سأكون جميلة المشكلة التي في المنطقة اليوم وهن يحدث جئ حصلة و نغرغ قليل جداً عندما داءت قبلاً و الولايين في هذه المنطقة و ثلاثة كبير إضطاءماً وثقان للناس و對رناتون أبع moje يستيakin لأسلhong إحداثena dagen فيه ي stimulان أن ألمش Milton SS ش وعندما يتقل الى الناس أخرى فإنه يتركه فإنه يتركه المساعدة للناس للإطلاقه ومن المجد الذي يتخبر الناس لتعرف العالم من كل الهاتف عاما قبل أن يتقل الى الان الآن يتعرف على المساعدة ويستطيع أن يستطيع أن تحصل اليوم الآن يستطيع أن يتعرف نحن لا يمكننا أن نرى ما سيكون في الموادين المتحدث المتحدثين الذين يأتي اليوم يا أبي و إسراء وأنا لا أتحدث هنا لا أتحدث عن الإجتماع في الجمعة أتحدث هنا عن دين أتحدث هنا عن الرئيس والعملية من المسلم الدولة في مغلق والإيقاثات التي يأتي فيها سيكون لتحدثة حيثية والإيقاثات التي يأتي في المنزل سيكون لتحدث إلى أي طريق أو إلى أي طريق إلى نهاية الرئيس humanity needs to understand their own individual responsibility as persons, as communities, as nations we need to understand we are responsible before Allah subhanahu wa ta'ala and we need to do our best what is going to happen in future my brothers and sisters within the hands of Allah subhanahu wa ta'ala لكن عندما نقوم يوم القيامة قبل الله سنكون مضحين عن ما نفعل نحتاج أن نكون جيدا نحتاج أن نكون مزحين نحتاج أن نقوم بحق المشكلة بطريقة صحية نحتاج أن نظر في الحياة المسؤولين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأساسية جدا كيف نحن أخذوا بك في الخلف لذا فإنك تجربة جمعة أخذوا بك أخذوا بك في الخلف أخذوا بك في الخطب لذا فإنك تجربة جمعة أخذوا هنا وإنك تأخذوا شيئا عندما تأخذوا بك الله سبحانه وتعالى كما قلت سأخذنا عن ما نفعل لكن ما نفعل يجب أن يفعل بطريقة صحية عندما نظر في الحياة عندما نظر في الحياة عندما تجربة رسول صلى الله عليه وسلم وراءت إسلام و دعا أعطيكم إن شاء الله قبل أن ننتقل أعطيكم أخرى مصعب بن عمير و أسعد بن زرارة كما ننتقل و أعطيكم إسلام للمشاهدين إسلام هو دين الله ليسه؟ القرآن هو دين الله محمد هو دين الله إنه صحيح أنت تحبينه أو أنت تحبينه إنه صحيح و ثم سيد بن حضر و سعد بن مواذ عندما تأخذوا وقالوا لهم توقف توقف أنت لا يوجد لذلك يمكن أن يقول أنت تحبينه أنت تحبينه هذا دين الله إنك لا تستمتع لها سأذهب إلى جهنم تستمتع لها وليس لا يمكننا توقف نحن هنا على حال الله من أنت؟ من أن توقف دين الله نستمتع لقاء إذا أحبت أنت تحبينه تحبينه إذا لا تحبينه فذهب إلى المساعد لهم يمكن أن يقول ذلك وأنهم يقول الحقيق لكن مصر بن عمير قال له أنت تحبينه أنت تحبينه أنت تحبينه فنحن سأذهب لقد قلتا لها إذا كنت تنظر عنه كيف تقول لأحدهم إذا لم تحبين الحقيق إذا لم تحبين الله سأتوق هذه الناس تستمتع عبارة. لديهم كيف يتحرك الناس. لديهم كيف يتحرك. مرة أخرى، لأنهم تتعلم المساعدة التي الله سبحانه وتعالى على المساعداتنا. ثانياً، لديهم عبارة التي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيتهم. كل ذلك في الله سبحانه وتعالى. هذه الناس فقط قمت بها. والله سبحانه وتعالى لدينا عملية. وفي ذلك، نحتاج إلى استخدام نفسنا. نحتاج إلى استخدام نفسنا. لكي تتحرك هذا الدين الله سبحانه وتعالى. لكي تتحرك الناس. ونظر إلى المساعدات الله سبحانه وتعالى. شعيب إلى الناس. سبحان الله. في سورة الأعراف وفي سورة الهود. ما قال شعيب إلى الناس. عندما يريد أنهم تتحرك. كيف يتحركهم بطريقة جيدة. وكيف يريد أن تحرك الناس. كيف يتحرك الناس. كيف يتحرك الناس. كيف يتحرك الناس. نحن تحرك الناس. وكيف يتحرك الناس. وكيف يتحرك الناس. وكيف يتحرك الناس. يتحرك الناس tips. وكيف يتحرك لوحكم أخوانيا بطريقة الموجودة ، الذين يعطان من المباشرة. To this book of his We ask Allah سبحانه وتعالى To open the hearts of people To accept the deen of the truth اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر اجعلنا يا ربنا ميسرين لا معسرين اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة